ولكن أنا متأكدة كلكم دايقتوا من الموقف بتاع أحمد الفشاوي أنا مش عايزة أتخل في التفاصيل لأن الموضوع قتل بحساً وتويتاً وتعليقاً بس أنتوا كلكم دايقتوا إمتى حسيتوا أنه لازم نتخطى الموضوع ده؟ مباشرةً سنيتها تقديري أنه أي مهرجان واتق من نفسه عليه أنه أساساً أساساً ما يتوقف عن المسائل خاصةً عندما يعتذر يعني هو المهندس يجيب سوريس طلب أن يكون هناك اعتذار واعتذر من اعتذر إحنا تعاملنا مع الموضوع بشكل بسيط بالدلالة على ذلك بعد يومين كان بنشفة المهرجان صفحتين لقاء معه بذلك المهرجان الذي واثق من نفسه ما يتوقف عند هالمسائل ودائماً أنا في لحظتها حسيتوا أنه أنه تصرف غير محسوب قضى على أنت كنت فرحانة آية فتخضيتش من رد أو تصرف هو غير مسؤول غير مسؤول بالزبط كده تصرف ما كانش من حد مسؤول فبتتدايق في لحظة بس لازم تتخطي الحاجات يهيت بسرعة عشان ما توقفكيش سينما من أجل الإنسانية كان ينبغي أن إحنا تخضينا من الموقف جداً ساعتاً أنه كان كله مبسوط قوي 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 حصل الموقف ده أتخضيت يعني أنا نفس أتخضيت كله حصله امتزامة بجايبة فستان جديد وعبيض وفرحانة بي قوي تخشر حد تدالي عليك الشربات بس هو للأمانة يعني هو جيه تاني يوم واعتذر شخصياً وأنا أديته النصيحة قلت له أنت كده مش بتدر نحن بتدر بلدك بتدر نفسك لا أنت يعني هو نفسه أول ما مش ليه جمهور مش هو ليه جمهور هو الفنان يقدر عيش من غير جمهوره بنسباله الجمهور ده هو اللي بتديله وهو موهبة فبالتالي إذا أنت خسرت جمهورك عشان تصره بسيدة أنت الخسران فناديته النصيحة دي يعني وكده وبعد كده والحمد لله يعني ما عملهاش تاني يعني فيه هزار مستمر منه من منذ بداية الحلقة يعني أو الحفلة مدهان الموضوع مغاير الموضوع وناخد فاصل أريح فاصل فاصل